هو الدكتور محمد عبدالله دراز كما أشرنا بالأمس صاحب كتاب دستور الأخلاقي في القرآن هذا من الكتب الأساسية في النظرية الأخلاقية في القرآن هذا الكتاب أعزائي هي رسالة الدكتوراه لمحمد عبدالله دراز وقدمت وأخذ على أساسها الدكتوراه من فرنسا سنة 1947 مية وسبعة وأربعين مو الآن وهي مكتوبة باللغة الفرنسية ومترجمة إلى اللغة العربية من خلال الدكتور عبدالصبور شاهين ومراجعة محمد بدوي من الكتب الأساسية اللي يريد يعرف يتعرف الإنسان على النظرية الأخلاقية النظرية مو جامع السعادات هذا الزيان هذا مو زيان لا ما هي النظرية الأخلاقية لأن أعزائي لأن هناك مجموعة من الأبحاث في علم الأخلاق أن النظرية الأخلاقية ما هو وجه الإلزام فيها لأن النظرية الأخلاقية ماذا تقول فقط تقول هذا حسن أو تقول وينبغي أن يفعل ياهو منهم الأخلاق ماذا يقول يقول فقط هذا حسن بالإضافة ماذا يرتب عليه ها ينبغي يعني يجب عليك أن تفعله وذاك قبيح لا يجوز لك ماذا هذا الإلزام هذا الوجوب ما هو من شؤه علماء مولانا كانت مولانا في نظريته ما أدري نيتش في نظريته وعشرات النظريات الغربية بس احنا ما عدنا نشغل بالنظريات الغربية نريد نشوف النظرية الإسلامية من شؤه من شؤه هذا الإلزام الأخلاقي والوجوب الأخلاقي اللي يقول للإنسان إذن اذهب لتحصيله هذا من شؤه أين من شؤه الفطرة من شؤه الدين من شؤه العاقل هذه كلها بحثت تفصيلا مع مقارنة النظريات الغربية الأخرى في هذا الكتاب والكتاب يقع في حدود تسعمائة صفحة ها ليه كتاب صغير عرفت شون جدا مهم هذا الكتاب للأعزاء اللي يردون يراجعون النظرية الأخلاقية في القرآن مقارنة بالنظريات الغربية في هذا المجال جاي جدا أعزائي هذا الرجل عنده كتابان آخران أنا مع الأسف شديد ما عندي الإخوة اللي محصلين هذين الكتابين إذا عدهم موجودة أو عدهم هذا السيد ما لم مولانا يجيبون ناهن مولانا وجزاهم الله خير وعون الضعيف صدقه كما قلنا مرارا مولان الكتاب الأول أعزائي كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبدالله دراز والكتاب الثاني أعزائي المدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عبدالله دراز هذان الكتابان إذا أحد حصل عليهما يعطون خبر عنهين ترجمة نانسي قنقر